اعلان استقلال تايوان هو اعلان للحرب معادلة وضعتها بكين على خلفية زيادة التوترات في بحر الصين الجنوبي المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اكد ان تايوان جزء لا يتجزأ من اراضي بلاده قائلا ان الانشطة العسكرية الاخيرة التي مرسها الجيش الصيني في مضيق تايوان تمثل اجراءات لازمة للتعامل مع الوضع الامني الحالي هناك ولحماية سيادة الدولة وامنها القومي مشيرا الى انه رد ملموس على التدخل الخارجي والاستفزازات المدبرة من قبل قوات ما يسمى استقلال تايوان الرسالة الصينية هذه موجهة بشكل اساسي الى الداخل التايواني الذي تدغدغه فكرة الانفصال ولواشنطن ايضا التي دائما ما تلعب بهذا الوطر فحفنة من الناس فقط في تايوان يسعون الى استقلال الجزيرة بحسب المتحدث محذرا من ان من يلعب بالنار سيحرق نفسه النبرة الصينية العالية عبر عنها ايضا المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الوزراء الصيني الذي اعتبر ان اندلاع نزاع عسكري في المنطقة يعتمد على مدى العمال الاستفزازية من قبل سلطات تايوان وفي مقابل التحذيرات الصينية تؤكد واشنطن ان دعمها تايوان سيبقى صلبا كالصخر دعم امريكي مطلق لتايوان اذا وسط لهجة حادة امريكية تجاه بكين حملها الرئيس الجديد في بول ايامه داخل البيت الابيض ترجمة نانسي قنقر شكرا